بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الصبر علاج ذهبي لمشاكل كثيرة تحدث بنا اليوم فهناك أناس يتذمرون ولا يصبرون فيصابون بأمراض مضاعفة بينما سوف نتأمل ماذا تقول الدراسات الحديثة تخبرنا دراسة أمريكية حديثة أن عدد الذين يعالجون من مرض الاكتئاب بدرجات مختلفة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 27 مليون شخص وأول نصيحة طبية يقدمها الأطباء أن تتحلى بضبط النفس والصبر على الآخرين فكلما أحسست بالضيق أو الغضب أو عدم تحمل الآخرين تذكر هذه الآية الكريمة قال تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذه الآية ليست فقط في الآخرة بل في الدنيا أيضا هناك أيضا توفى رزقك بغير حساب فسبحان الله الذي يصبر تجد أن الله يسوق له الرزق بغير حساب ماذا تريد أجمل من ذلك إذن أيها الأحبة تذكروا دائما هذه القاعدة السحرية لعلاج المشاكل والهموم والأذى الذي يصيبك والنقص في الأموال الخوف كل هذه المشاكل والهموم يمكن أن تعالجها بالصبر ولكن ابتغاء وجه الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم إذن هذه الاستراتيجية إذا اتبعتها في حياتك ستكون من الناجحين كما قال تبارك وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الصابرين والحمد لله رب العالمين